دايما بنقول ختموها ميسكو دايما يعني فريق الأداد طبعا بشكرهم دايما بنخلي الخبر اللي يخص منتخبات مصر والحقيقة بيخلي رأسنا في السمن خليه آخر خبر عشان نطلع بعدين فاصل ونستقبل الضيوف ولكن خبرنا النهاردة عن السلاح كنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن فريق الناشئين للسلاح الحقيقة تحت عشرين سنة واللي نجحوا ان هم يحصدوا المدليا الذهبية في بطولة العالم اللي اتلعبت في تونس في يعني الحقيقة بطولة كانت صعبة ويعني قابلوا من الصعبة الكثير وان هذا الخبر الحلقة اللي فاتت وان دي بطولة بالسهلة الخبر بقى الجميل ان احنا تصدرنا مصر تصدرت التصنيف العالمي في الناشئين في السلاح سواء في المبرزة او السيف وده خبر يعني لا يقل اهمية ابدا عن فوزنا بطولة العالم النهاردة مصر اصبحت دولة عظمى في لعبة السلاح لعبة بقيادة كابتن الاستاذ او يعني اقول ايه القائد عبد المناء بن حسيني اللي حقيقة اللي انا بعزه جدا لانه شخصية رياضية ناجحة جدا كابتن عبد المناء بن حسيني رئيس الاتحاد اللي هو ومجلسه والسابقين من المجالس طبعا احنا مش هننكر دور كل ما نشتغل في ده وصل بمنتخب مصر الناشئين اللي هم امل منتخب مصر في بطولة باريس عشرين اربعة عشرين لصدارة التصنيف العلامي طب خلينا اقول لحضراتكم تفاصيل الخبر عشان نجوف قد ايه مصر بقى الدولة عظمى في لعبة السلاح سواء المبرزة او السيف طبعا لما خدنا المركز الاول تحت عشرين سنة برصيد 272 الف نقطة وجيه في المركز التاني منتخب وسبكستان في المركز التالي جيه منتخب طالدة في دولة العالم اللي فات اما لو رحنا لسلاح سيف المبرزة فهلاق المنتخب تصدر التصنيف برصيد 384 الف نقطة طبعا انت بتجمعهم اثناء مشاركتك وجيه في المركز التاني المنتخب السويسري اللي دي تاريخ كبير في هذه اللعبة وجيه بعدهم طبعا المنتخب الامريكي في المركز التالت انت متخيلين احنا بنتكلم في سيف السلاح في سلاح السيف انت في المركز الاول بـ 272 نقطة كل ده تحت عشرين سنة اللي هم كمان سنتين كمان سنة هيكونوا الفرق الكبير ممكن التصنيف يقلي شوية وبعد سنتين تلاتة هتلاقي اللعبة دي هي اللي بتسايد التصنيف العالمي في السلاح برافو برافو على اللعبين برافو على الاجهزة الفنية برافو على الاتحاد هذه هي الاخبار اللي تفتح النفس مصر هي يعني تستحق من زي الاتحاد ده واللعبين دول عشر خمساشر اتحاد في الحالة دي هنكون في الأولمبياد في مركز يليك بمصر ويليك بالدعم الحقيقة اللي في الرياضة دلوقتي سواء بنية تحتية دعم ومعسكرات يعني الدولة موسلة في وزارة الشباب ورياضة لا تتأخر على أحد وموفرة بكل سبل الدعم الممكن فخلاص انت عايز ايدي الوقت عندك بنية تحتية ملاعب على أعلى مستوى عندك دعم ومعسكرات فنية عندك مدربين على أعلى مستوى يبقى الجهد والإخلاص من قبل الاتحادات يبقى الجهد والإخلاص وتجنيب الخلافات في أي اتحاد عشان نوصل الهدف هو مصر الاتحاد الناجح مش هتلاقي له حس لمشاكل والقضايا ولا 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 الاتحاد الناجح اللي بيحقق تلاقيه صامت ساكن ملوش حس الخماسي السلاح نقول ايه فكروني يا جماعة بالجودو القرات ايه انت سمعت اي حس يعني اي مشكلة في هذه الاتحادات يعني سمعت انت كده يعني سمعت اي مشكلة حصلة او حاجة خارج الناص اللي بيشتغل والناجح عارف وبيشتغل وناجح وعايز يوصل لإيه الجنباز يعني انا مش عايز انسى التحاد يعني يا جماعة التحادات اللي شغلها بشكل جيد معروفة فلما نلاقي التحادات بهذا الشكل نجحة ملاحش حس اتمنى يا رب ان شاء الله اليد احنا شاك في التحاد اليد الحمد لله رب العالمين اللجنة اللي موجود ده الوقتي ملاحش حس فاذا انا بتكلم عليه ان احنا الشغل ونحط اسم مصر فوق اي خلافات بالشكل ده ان شاء الله هتلاقي مصر في المقدمة